ويعطيكم العافية ويسعد أوقاتكم طلابي وطالباتي الحلوين طلاب الصف التاسع الأساسي كيف الحال شو الأخبار ان شاء الله بخير اليوم درسنا نكمل فيه والهو دمالشنا فيه الدرس الحس الماضي ركزوا معي شوي تمام اللي هو كان عن الحياة على سطح الأرض الحياة بتحس الموضوع ايش اسم الدرسك بده تفكير الحياة على سطح الأرض اطلالي فيها كنترول المهم الحس الماضي حكينا انه انا عندي عندي خصائص هاي الخصائص تميز الكائن الحي عن الكائن اللي مش حي او الكائن غير الحي تمام وحكينا من ضمن هذه الخصائص وصلنا عنده النقطة السادسة وهي التكاثر مراجع سريع على الحس الماضية عشان نتذكر انا وياكم من خلال التلخيص اللي مرتب التلخيص الفخم يا السلام عليك ابو النجار طيب اذا حكينا انه عندي خصائص خصائص تشترك فيها الكائنات الحية وهي سبع خصائص عشان يميز كائن حي عن انه مش كائن حي اوليش الكائن الحي يتكون جسمه من خلايا اثنين انه بتنفس ثلاث انه يستجيب للمثيرات حكيت لك لما تجيب علامة واطية وطنقة تنكتل بالكشاط شو بتصير فيك صوتك بصر اخر الحارة صح لانك انت كائن هاي وتستجيب لمن للمثيرات ما القشاط مو مثي يعني كتلك من كتلت ما هو تمام طيب اربعة الحركة تحرك وخمسة النمو ستة التكاثر سبع الاخرار طيب وشو راح ناهم بالتفصيل الممل وحكينا هذا عبارة عن مستويات التنظيم في الكائن الحي خلية نسيج عضو جهاز كائن حي تمام وثم اخر اشي عندي فيه حكيتك حصل ماضي في عندي اشي بسموها الجماعة طيب بدنا حكينا التنفس والتنفس كثير مفيد للكائنة الحية عشان ايش عشان تعمل عملية التنفس الخلوي انه الخلي تتنفس طيب الخليكات تتنفس تأخذ اكسجين وتأخذ غذاء تمام وبتصنع لي اي تي بي تصنع لي طاقة وهذا الموضوع ان شاء الله تعمل فيه في صفوف قادم ان شاء الله تعالى انه انت بتصنع تصنع طاقة بدسمك عن طريق تحطيمك للغذاء اللي ايش اللي بتغذى عليه طيب ماشي بعد ذلك حكينا عن ايش عن اللي هو انت جاب للمؤثيرات انه عطش جوع مثلا حكيت لك القصة هذيك اللي دايما مشجعك فيها عشان ايش يجيب علامة 20 من 20 صحيح بلشوا يجوني علامات كاملة على رقم الواتساب وانا عشان فخور فيهم بلشت اعملهم شهادات تقدير كل طالب بيجيب علامة كاملة في ابتحان الشهر الاول يبعت لي علامته عطول يعني استناش يبعت لي علامتك صورة يعني صورة الورقة وابعت لي عرق الواتساب اللي هو عندكم اكيد صح تمام ويقول له استاذها علامتي واسمك الرباعي وابشرب احلى شهاد التقدير مش شرط فل انه تكون علامة منيحة بتبيض يعني انا افتخر فيك انك انت من طلاب ابو النجار وانت فللت الاختبار طيب ماشي ماشي بعدين حكينا انه فيه في النبات كمان استجابة للمثيرات انه في عندي اشي بسموه مثلا انتحاء الضوي انه نبتة دوار الشمس تتجنح واضو بعدين حكينا الحركة وحكينا الحركة ثلاث انواع حركة انتقلية حركة موضعية وحركة يسموها حركة سيتوبلازمية هذا بس مراجعة سريعة حكينا الحكي خط تمام طيب واخر نقطة اخذنا الحصة الماضية وهي النمو انه نكات الحية تنمو والعلماء عرفوا النمو انه عبارة هي كتلة هي خلايا او هي عبارة عن زيادة في مقدار الكتلة الجافة وحكينا ان كتلة جافة هي عبارة كتلة جسم بدون وجود السوائل يعني انا بجيب كائن حي بجيب انسان وبحطه في الفرن تمام بنجفه بجففه وبخر من النمو يطلع انه كتلة جافة طيب هذا دي مراجعة سريعة عشان ايش عشان نفوت في مود الحصة اليوم موضوعنا حبايبي عن النقطة السادسة وهي التكاثر الكائنات الحية تتكاثر طيب خلنا نشوف شو بيحكينا عن نقطة هاي بيحكينا في التكاثر للكائنات الحية قدرة على التكاثر طيب شو التكاثر انه انتاج ايش انتاج افراد افراد جديدة انتاج افراد جديدة طيب ما يحافظ ايوه ما اهمية التكاثر للكائنات الحية بتقول الساد الحفاظ على بقاء ايش انواعي يعني نفرض مثلا مثلا انه ما في تكاثر عند الكائنات الحية بالتالي رح تنقرض مثلا انسان فيش تكاثر فيه كان انقرض يعني خلص فيش وشر فيش انسان البسة الفار اي النبات لاجب يجب على الكائنات الحية انه يتكاثر ليش عشان يحافظ على بقاء ايش نوحة اي كان حية مثلا بتكاثر ايش او عنده مشكلة في التكاثر ممكن ان يكون مهدد بالانقراض لذلك ممكن في دول معينة بتعمله محميات زي ما احنا في اردن محمية الضانة طمام طيب يصلنا في التكاثر الى نوعين التكاثر له كم نوعين تكاثر يسمى التكاثر الجنسي والتكاثر يسمى التكاثر اللاجنسي وهذا الحكي رح نتعمق فيه ان شاء الله فيه صفوف قادمة فالتكاثر الجنسي والتكاثر ايش يسميه التكاثر اللاجنسي طيب شو الفريق بينهم الفريق بينهم كالتالي التكاثر الجنسي يحصل عن طريق الجاميتات إذن بحكينا هان الذي ينتج منه أفراد يرثون الصفات من كلا الأبوين تمام أما التكاثر بحكينا الجنسي الذي يقتصر على الكائن حي واحد وينتج منه أفراد يماثلونه في الصفات الغرفية يعني خلينا شروحه بس على السريع على جانب هيك تعالوا معي طيب عشان أنتوز مرت معك وأنتو صغار لكن على السريع خلينا شرحها حبايبي فالتكاثر الجنسي التكاثر التكاثر الجنسي والتكاثر اسمه التكاثر اللاجنسي التكاثر اللاجنسي التكاثر الجنسي هو تكاثر لازم يكون عندنا أب ومين وأم الأب رح يعطي الفرد تاو رح ينتجه عبارة عن جميت بنسميه إيش؟ جميت ذكري والأم رح تنتج عبارة عن جميت منسميه جميت أنثوي وفي الكائنات الحية يسمى الجميت الذكري بإيش؟ بالحيوان المنوي تمام؟ وعند الأم نسميه البويضة هذا الحكي رح نحكيه كمان صفوف قادم بشكل مفصل تمام؟ فعندي أنا جميت ذكري مع جميت أنثوي بشكل عام حيوما أنا بويضة في الإنسان رح يصير لهم عملية إخصاب عملية إخصاب فعملية التقاء جميت ذكري مع جميت أنثوي وهي يعطيني إيش؟ فرد جديد فرد إيش؟ فرد جديد هذا الفرد الناتج نتج من التكاثر اللي هو تكاثر منسميه تكاثر الجنسي إذن تكاثر الجنسي من الأب ومن الأم جميع ذكري مع جميع أنثوي يعطيني فرد جديد حيوما أنا ومع إيش؟ مع بويضة من عند الأم طيب أما التكاثر اللي منسميه التكاثر اللاجنسي فهو مسؤول عنه بس فرد واحد فرد ما في أب وأم ما في جميتات ما فيه جميتات مثلا البصلة او عندكم انتم مثلا بصلة في البيت طولت شوي في التبح سلت الخضروات رح تلاحظ انه بلش السلة او بلش البصلة تطلع منها بصلة ثانية صح و جذور فهذا منسميه تكاثر لا جنسي انه نفس البصلة طلعت لبصلة ثانية تمام وإلها جذور وإلها أوراق كذا البصلة والصاق بالتالي هذا تكاثر منسميه تكاثر لا جنسي حبت البطاطا يا سيدي البطاطا لما كمان اطول مثلا في البيت عندكم تلاقي ان البطاطا بلش طلع ايش يطلع البطاطا ايش شغلات صغيرة هيك تمام ها شو منسميها منسميها الدرانات فأيضا ها تكاثر تكاثر لا جنسي يعني هاي الدرانة او هاي البصلة الجديدة او طلعة الابصال هاي مثلا وخدناه وزرعنا ها رح اعطينا كائن فرد اكائن حي جديد بالتالي منسميه تكاثر لا جنسي يعني ما في انه مسؤول عنه جنسين ذكروا انثى لا من نفس الفرد ينتج افراج جديدة رح نوخذ الها نواع كثيرة جدا في صفوف قادمة ان شاء الله تمام بس هاي ملاحظة كثير مهمة لازم الطالب الصف التاسع عشان يكون فاهم لقدام هذا الحكي كثير مهم طيب تمام تمام نرجع لموضوعنا اللي هو التكاثر وعننا هانه عبارة عن نبته تعمل على تكاثر اييش تكاثر لا جنسي شایفانها هاي التكاثر لا جنسي انتاج افراج جديدة من نفس الفرد من نفس الفرد يسمى تكاثر ايش تكاثر لا جنسي اما التكاثر الجنسي زي ما شرحناك قبل شوي على اللوع فاذا هاي عبارة عن الخطوة او الخاصية السادسة نيجح بالخاصية ايش خاصية السابع الخاصية السابعة وهي الإخراج إذن يجب على الكائن حي أنه يقوم في عملية الإخراج دعنا نشوف ليش الإخراج بعرفة أنها في الكتاب الإخراج هو التخلص من المواد السامة والمواد الزائدة على حاجة الجسم التي قد تؤدي إلى تلف الخلايا إذن هذا عبارة عن تعريف الإخراج هو عبارة عن إخراج المواد السامة من الجسم وإخراج أيضا مواد الزائدة على حاجة الجسم طب ليش هاي نخرجها هاي لأنها إذا ضلت في جسمك قد تؤدي إلى تلف من الخلايا طب أعطينا أمثلة تعالوا نأخذ أحلى مثال فبحكينا مثال تراكم غاز ثاني أكسيد الكربون غاز بسميه غاز CO2 تمام الناتج من عملية التنفس الخلوي فإنه إيش بسويه ترا شو بسويلي فإنه يحدث تسمما للجسم يا حبيبي لذا يطرح خارج من الجسم فإنت تنفس شو بتأخذ غاز أكسيدين صح؟ ورح يكون فيه غازات ثانية بس أنت تأخذ أكسيدين شو بتطلع؟ غاز CO2 فإنت تعمل إخراج لغاز CO2 تمام؟ بالتالي غاز CO2 بيحكي أنه إذا ضل في جسم الإنسان فإنه يعمل تسمم بيعمل تسمم تمام؟ لذلك الإنسان بس يختنق كذا ويشم دخان وكذا بموت ليش؟ أنه مش قادر يطلع قاعد يسحب قاعد إيش غاز CO2 صح؟ مش قادر بنخنق بموت بيجي شارع وعنكم طبعا طبعا؟ طبعا؟ اثنين مثال الثاني بيحكي أنه فيه مثال ثاني اللي هو تراكم المواد النيتروجينية في الجسم تراكم المواد النيتروجينية مثلا زي البول البول عبارة عن مفضلات نيتروجينية تمام؟ فيها عمسة النيتروجين فهي تضربه لذا تطرح عن طريق الجهاز من الجهاز البولي كمان في عندنا كمان جهاز الإخراج اللي هو مثلا شكل برازو كذا اللي هو الجهاز الإخراج الأكل اللي تأكله أنت والغذاء بروع المعدم عاد دقيقة ثم يخرج من الجسم فهي عبارة عن فضلات أنا ما بدي إيها طيب العرق طيب العرق كمان عبارة عن إيش عبارة عن كمان إيش عبارة عن مواد سامة أو عبارة عن مواد زائدة فهي عبارة عن مواد تخرج أو عبارة أي شيء يخرج من الجسم فهي مواد إيش ممكن تكون فضلات ممكن تكون مواد سامة إذا كان فضلات مواد سامة ممكن تكون مواد زائدة عن حاجة من الجسم بالتالي الكائن الحي الكائن الحي من خصائصه هي الإخراج بالتالي حبايبي أنا عندي سبع خصائص سبع خصائص لازم تكون عارفهم بتكوى من خلايا بتنفس بتحرك بنمو بتكاثر بعمعمة إخراج بيستجيب للمثيرات فهاي عبارة عن سبع خصائص عشان أعرف أن هذا الإشي كان حي أو مش كان حي تمام طب آخر إشي هاي شايفين هنا عندي هنا عبارة عن نبته تعمل على إخراج الماء الزائد منها عشك القطرات الندى من عمره شاف شجرة الصبح هيك وعمل إيده على هذه هيك شو بطلع؟ طلع مي صح هاي المي عبارة عن ماء زائد النبات أخرجه عن طريقة عن طريق احفظوا الكلمة هاي احفظوا الكلمة هاي ضروري جدا مش تحكوا بكرة في القدام ما حقبناهاش بنعرفش عنها اسمها عملية النتح شو اسمها؟ عملية النتح فالنتح هي عبارة عن إخراج الماء الزائد في النبات تمام؟ فهي كمان النبات شمال النبات يعمل عملية مين؟ عملية الإخراج بس مش بس الإنسان طيب وآخر إشي اليوم اللي هو بيعمكينا إيش عن مش اليوم يعني في الصفحة هاي تمام؟ اللي هو علل يسهم يسهم الإخراج في الحفاظ على ابتزان البيئة الداخلية في جسم الكائنات الحية او في جسم الكائن الحي علل ليش انا اعملها كائن سؤال علل هنا ليش الاخراج بعمل على اتزان في مين في البيئة الداخلية للكائن الحي طب كيف طلب يحكي لنا مما يجعلها ثابتة وطبيعية تمام ومن ثم تستمر عميات الحيوية في جسم مين الانسان واداء وظائفها بصورة صحيحة يعني مثلا انسى الاخراج مثلا انا بحكي عن عامل الحرارة في الانسان الحرارة الطبيعية 37 37 الانسان عامل الها اتزان اذا زادت او نقصت لازم ارجحها لمن 37 مثلا مستوى السكر في الدم اذا زاد او نقص في عمل مشاكل مستوى البيئات شرقها من هيدولوجيني مستوى غاز الاكتوجين مستوى غاز السي او تو لازم هاي المستويات يكون الها اتزان داخلي فيه ميزان سبحان الله بالتالي احنا عنا هنا جهاز الاخراج بحكينا يساعد على الحفاظ على اتزان البيئة الداخلية لانه هاي السموم اذ ضلج اسم الانسان راح تعمل لي مشاكل بالتالي راح تؤثر على عمليات الحيوية على حركته على تنفسه على مشاكله ستخيل انت معك مثلا معك انت مش قلت روح الحمام معك مشاكل في البول معك مشاكل في الخراج تمام راح تعمل عندك مشاكل اكيد تمام بالتالي هذا الحكي اللي هو بعمل على يجعله بوله ثابتة وطبيعية ومن ثم تستمر العمليات الحيوية بشكل اي شكل طبيعي وبصورة صحيحة بالتالي جهاز الاخراج جهاز كثير مهم للكائنات الحية بالتالي حبابي هاي عبارة عن كان اول شق من الدرس وهي خصائص الكائنات الحية سبع خصائص كل خاصية تعرفنا عليها بالتفصيل الممل طب تمام دن طيب بعد ذلك راح نيجي نتعرف على ايش اصدقائي ايو بالزبط خربش يلا خربش 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 هذيك شو سمها بربس مش عارف من مهم طيب عنا هنا اتحقق ينا اتحققه معي معطينا هنا بيئة بيئة مائية هاي البيئة تحتوي على اسماك مرجان بحر مي سلاحف نينجا تمام فبالتالي بيحكي لنا السؤال ما الخصائص الاساسية التي تشترك فيها الكائنات الحية الظهرة في الشكل انت تحكي لي يلا شو الخصائص التي تشترك فيها شايفها بالتالي الاسماك الاسماك هل تتكون من من خلايا بتحكي لأي شتاب اذا فيها ايش تتكون من خلايا طيب اثنين فيها خلايا سؤال هل تتنفس بتقول لي اه تنفس تنفس عن طريق الخياشيم تتبادل الغازات تمام اذا ايش التنفس ثلاث بتحكي لأستاذ هل هذا الكائن حي السمك بتحرك بتقول لي اه بتحرك طيب لو سألتكم سؤال السمك شو حركته بتقول لي حركة انتقلية طيب المرجان مثلا فيه مرجان هنا شو بتحرك بتقول لي استاذ بتحرك اه بس بحركة موضوعية مثلا تمام بالتالي في حكي انواع في حركة فاذا عندك ما رقم ثلاث مين الحركة طيب اربعة هلقي استجيب هذه الكائن تحي للمثيرات بحكي له ايستاذ مثلا اجع عليها مثلا عدو كذا ضو مي هل تستجيب ولا لا اكيد رح تستجيب بالتالي الاستجابة لمن الاستجابة للمثيرات طيب كمان خامسة مثلا اجي احكي لك هل السمكة هاذا بنمو يعني السمكة هاي نفس السمكة هاي تقول الساد لا هاي كبرت ودرست وراحتها مدرسة وكبرت صار فيها نمو صح فبالتالي النمو تنمو طيب ستة اسألك سؤال هل هذه الاسمك تتكاثر تحكي له اش سو في سمك صغير كذا بتجوز بولد وكذا في عندي ايش التكاثر واللي عنده حود سمك في البيت بيعرف الحكي انه السمك شماله سمك بتكاثر طيب سبعة هل الاسماك تعمل عمية اخراج الفضلات بتحكي له ايستر والله انه حود سمك تنهور السمك ايش بخرج تمام فبالتالي سبعة الاخراج بالتالي حبايبي عندي هذول النقاط اللي هي النقاط الرئيسية للكائنة الحية تتحرك تتنفس فيها خلايا تجاب للمثيرات بتتكاثر بتنمو فهذا حبايبي ايش هاذا ايش هاي سلحفاء وين رايح هاي سلحفاء سلحفاء هاي نط هاي بدي تروح ايش بشي عبش تسوي بس انا بتسبع طبعا هاي المناظر الحبايبي اللي بروع العقبة ما تروع الشط الغندور تقعد على الشط في ناس اسمحهم بكون نظارات او نظارة وهي قصبة تمام هاي المناظر رح تشوف في العقبة بشكل طبيعي يعني بتشوف مناظر بتجنن سبحان الله تعالى تمام فهاي مناظر بنصحك تشوفها في العقبة بشكل حي ومباشر طيب نكمل موضوعنا عشان نشوف شو الدرس اللي هو موضوع اخر وهو ايش وهو تنوع اشكال الحياة على سطح الارض لو سألتكم سؤال هل الحياة على الارض كلها مستوية او سواسية يعني كل احيان تتعيش في المي كلهم على اليابسة ولا في شي على المي في شي في اليابسة في شي في البحر في شي في النهر بالتالي يوجد تنوع في الكانت الحيوان على سطح الارض خلنا نشوف شو كيف بيحكي لنا او شو روح يشرح لنا عن موضوع التنوع في سطح الارض خلنا نشوف بيحكي لنا توجد توجد ايش توجد انواع كثيرة من الكائنات الحية وين تعيش على الارض هذا اول تنوع انه انواع الحيوانات كثيرة فبيندي نباتات عندي حيوانات عندي اشي بنسميه طلعيات عندي بكتيريا عندي فطريات فطر فطريات بالتالي اول شي قل لك انه كانت الحية تتنوع من حيث انواعها حيوانات نباتات طلاعيات بكتيريا تمام في عنا لا تحكيش فيروسات فيروسات ما ما عدوها ايش ما عدوها ما عدناها ما عدناها ايش اه ما من عدتها كائن حي او في العاشرة تخذوه ان شاء الله درس كامل اسمه عن الفيروسات تمام طيب وكذلك كمان طلع غير انه تنوع الانواع عندي كمان تنوع لمين للبيئات اللي بتعيش فيها فمثلا منها ما يعيش وين في التربة ومنها ما يعيش وين في سطحها تمام على سطحها ومنها ما يعيش داخل مين المي فيش يعيش في المي المياه السفين وعين مياه عذبة ومياه مالحة زي مياه الانهار مياه البحيرات مياه المحطات باختلف تمام طيب وفي منها بعيش في مين في الهواء كمان كانت حية بتعيش في الهواء فهاي كمان بتعمل تنوع الحياة على سطح الأرض الهواء لا يخلو من كانت مين الحية حتى الهواء بيقولك ايش فيه كائنات حية بالتالي عندي أنا تنوع للأنواع وتنوع لأيش تنوع للبيئة اللي بتعيش فيها هذه الكائنات الحية ماشي بعد ذلك بحكينا يشير التنوع ركزوا معي يشير التنوع الحيوي التنوع الحيوي هي إيش عبارة عن تنوع الحياة سطح الأرض أنواع كثيرة طيب إلى التباين في أشكال من الحياة الكوكب الأرض إلى إيش إلى التباين وهذا التنوع مهم أيها ليش مهم التنوع الحيوي مهم لاستدامة الطبيعة الطبيعة الطبيعية لمين لجميع أشكال الحياة إذن أهمية هذا التنوع الحيوي بيحكينا مهم لاستدامة الاستدامة الطبيعية يعني مثلا لو عندي بيئة بس فيها أسود بس فيها أسود ما فيها أي كعن حي آخر شو رح سيدي في الأسود بعد فترة نقول أستاذ آه الأسود مش رح توكل فيش اشتوكل رح تموت طيب بالتالي ما في تنمع فيش حياة مثلا احنا لقينا في مكان كل مثلا طيور أو كل مثلا أي شي حياة تحكي للأستاذ إذا فيش شي كعن حي مثلا تغذع كعن حي ثاني مش رح يكمل الحياة بالتالي هذا التنوع سبحان الله التنوع بتلاقي فيه مثلا غزلان مع أسود مع شجر مع مي تنوع الحي وهاب شو بيعطيني بيعطيني استدامة طبيعية لمن في أشكال الحياة بدون هاي التنوع بدون هاي ما في استدامة بالتالي هاي كانت الحية شمالة رح تموت ورح تنقرض يعني هسا انت لو كان حي فيش اش توكله تتغذى عليه ما في نباتات ما في لعوم ما في اشي من رح تنسيه زي الزومبي يعني فيش اش نوكل بعض تمام في هذا الاشي بعمل ايش بعمل استدامة على سطح مين احياء على هذا الكوكب ايوه اذ انه يزودها ايش يزودنا بكثير من مين من المنتجات الضرورية مثل ها شايفين الغذاء والدواء مثلا ففي احنا ممكن نستخلص دواء من كامعة حي او من النباتات تؤدي المنتجات اللي هي زي النباتات كالحي تنتج غذاء بنفسها عن طريق عملية تسمى البناء الضوي تمام ومنها النباتات دور رئيسيا في توفير ايش توفير ايوه مثلا اعطينا مثال المنتجات اللي هي كالحي زي النباتات يسموها منتجات لانها لانها تتغذى او تصنع غذاءها بنفسها عن طريق ضوء الشمس وتعمل على صنع الغذاء عن طريق عملية تسمى البناء الضوي افصل مرت معك بزمان او ما مرت بالتالي هذا الحكي لازم تكون انت عارفوا طب هاي النباتات شو بتفيدني ككائن حي اول شي مصدر غذاء مثلا مصدر دواء ايضا كمان بيحكينا وايضا عبارة عن توفير الاكسجين النباتات بتعرفوا انت المكان اللي فيه الاكسجين بتلاقي نفسك ايش مرتاح فيه ليش او فيه نباتات لانه بتطلع اكسجين وايش تقليل من اثر زيادة من تركيز غاز السي او تو غاز سي او تو بالتالي بحكينا المنطقة اللي فيها نباتات مثلا بتطلع رحلة لما تسحب هوا بتحكي والله الهوا منعش صح ليش لانه فيها نباتات هاي النباتات بتسحب او بتعطيني غاز اكسجين بتسحب غاز سي او تو في الجو تمام هاي بالنسبة لامين لهاي الفقرة كثير مهم ترى هذا الموضوع ان شاء الله في قطاع الصحي او في اسفوف قادم ان شاء الله رح تخذه بشكل مفصل اكثر مفصل تفصيل اكبر طيب اخر ايش بيحكينا في الموضوع هذا ومن الملاحظ ان الكهات الحية التي تعيش معا في البيئة نفسها شو بيحكينا تعتمد الى التفاعل مع بعضها البعض من جهة ومن محيطها او مع محيطها غير الحي من ايش من جهة اخرى للوفاء ليش طرح شو بيحكينا هنا للوفاء بالحاجة الحيوية لها وضمان ايش بقاء يعني احنا في الحياة العملي في الحياة العامة متعتنا لو ما في لو ما في مصالح بين الناس مثلا هاو بترين عليه بالله يستاذ حلي للسؤال لو فيش مثلا اه انا بدرسك عشان مثلا ايش جيب علامة عالية هذا الزلام لا يموي تيرجئ هذا الزلام الكهرب estaba و800 بيعرف هذا هذا الزلام بيعرف هذااك صح وهذا الشخص بيعرف الشخص هذااك ففي بينات الناس ايش علاقات هين علاقات ممكن ايش تمشي مصالحك في الحياة تمشي أمورك مثلا بعرف واحد والله كذا في المكان كذا بعرف واحد في المية بعرف واحد بالكه BAR بعرف واحد فهي علاقات تمشي طيب في الليل كنت الحيvit ايضا توجد هذه العلاقات مثلا بس مش الاسعة راح يزور الزرافف في البيت عندها تشربه فجان قهوي لنروح ايش هتغذ عليها بعدين راح شرب فجان قهوي مش هيك الموضوع موضوع انه يعني علاقات على علاقات تنافسية بين الحيوانات بين كانت الحي و كانت الحي التنافسية مثلا البقاء اللي الأقوى فيه علاقات افتراسية فيه مثلا علاقات تطفلية انه كان حي مثلا بتطفل عكيان حي عشان ايش يتغذى عليه خاوة وكثير فيه امثلة فيه علاقات مثلا علاقات تكافلية وفيه انتو صغار اخدتوا قصة العصفور اللي بنظف اسنان التمساح هاي كثير حكينا او جزخ الطول انه فيه صورة التمساح فتح ثمه العصفور بنظف اسنانه جوه ثمه طب الان التمساح اميش مسكر عليهandan空 Jerome تقول اسنان因为 العصفور؟ انت نعلم التمساح مستفيدي من العصفور والعصفور مستفيدي من التمساح له قابة غذى فاثنين صعدين استفدين فهاي العلاقات كنتسميها حكي ما لاحكمي theme حكي ما لاحكمي وأيضا نعلم عن علاقات kitscht محيطها الغير حي مثلا النبات بدي يشرب مية الكائن الحي يشرب مية هذه شمالها غير حية ممكن كمان تفيدني بالتالي للوفاء عشان اخذ احتياجاتي حيوية واضل عايش من دون هاي العلاقات محدش راح يضل عايش راح تموت الكائنة الحية بالتالي هذا الحكي لازم احنا نكون على دراية فيه انو عندي علاقات هاي العلاقات في هاي الكائنة الحية بين كائنة الحية وكائنة الحية تمام وايضا بين كائنة الحية ومكونات غير الحية في هذا التنوع الحيوي فهذا التنوع الحيوي كثير مهم لاستدامة الاستدامة الانواع واستدامة الكائنات الحية طيب ماشي ماشي بالتالي هاي الفقرة كانت عن موضوع اللي هو التنوع الحيوي على سطح الارض فانا كثير مهم ان يكون لدي تنوع حيث انت لا يوجد غير توكل مثلا ايش مثلا طيور او فيش غير بامي فيش غير غير بامي تزهق من الزهق تزهد استنوعك فيه طبخات مثلا احد مقلوبة اثنين اثنين مثلا جمعة مقلوبة ايش بكون اصطراع في الايام الاحد بكون ها كيف حجة تعمل الطبيق مثلا احد مقلوبة اثنين بامي ثلاث مفزيلة اسبوع يقلبين بصير البامي قبل المقلوبة بصير البازيلة بعد البامي هيك النظام عند الامهات يأتي مثلا السمك مثلا ايش مرة في اسبوع حسنا تقلب ايش تنتقي فهيك النظام تنوع الطبيق عند الامهات فهذا التنوع مفيد لك كل يوم تفتر قاعد لغم الزه الذقت اللبء من ش prova,... فلازم يكون هناك تناوع في الكائنات الحية او في هذه البيئة قبل المثال اللي مردت مهشان invade المهم فهذا التنوع اللي يتعلم حيوان السلمندر سكله السحلية السلمندر يتعلم تنوع حيوي شفين في غابة يظهر فيه او فيها السلمندر الناري المرقط اسمه السلمندر الناري المرقط هضا فيع له تركيط هضا عبارة السلمندر هاي السلمندر شماله السلمندر المرقطther transmام على فطر على ايه على فطر و NRB مختلفة من النباتات فهذا عبارة عن تنوع حيوي هاي تنوع حيوي نباتات حيوانات في عندي فطر في عندي كبه فهاي عبارة عن تنوع حيوي وهذا السلمندر شاطر كثير طيب تمام حبايبي؟ تمام يا أستاذ يدسنا بالحصة إذا ما نصلنا ولا لا طولنا عليكم استحملونا طيب الحصة إن شاء الله نصف ساعة يعني نصف ساعة قد يس ضل الدرس طيب خلي ذول الباقي ضلن ربط في التكنولوجيا وربط بعيد من الفضاء وموضوع الإثراء والتوسع حتى بعدها إيش نخلص الدرس الدرس شوي طويل لكن إيش إحنا مستمتعين مع أبو النجار والأمور لوز اللوز طيب فعشان ما تمنلوا ما تزهقوا الموضوع هذا والمواضيع البعدي رح نخذها بحصة القادمة حبايب القلب طلاب الصف التاسع أنا كثير بحبكم وتذكروا إنه أبو النجار رح تفللوا الاختبار واستنى علاماتكم على نار العلامات الأكيد الفول مارك كثير بحبكم نعطيكم ألف عافية نراكم في حصة قادمة في مادة الأحياء السلام عليكم